الآن هل يمكن يصح القول أن الحكومة العراقية فشلت في تحييط فصائل المقاومة في هذه الحرب أنا لا أقول فشلت لا يمكن أن أقول فشلت الحكومة العراقية والشعب العراقي بشكل عام يتفهم موقف الفصائل بعض الشيء وأحياناً الشارع العراقي من يشوف حمامات الدم في غزة وفي لبنان يتفهم موقف الفصائل عندما تقول أنت لا تريد أن تعطيني إجابة ونعرف الموقف المحرج بالنسبة للحكومة العراقية بالتعامل مع هذا الملف أنت تقول الشعب يتفهم موقف فصائل المقاومة بعض الشيء إذا الشعب متفهم ومدرك لموقف الفصائل بعض الشيء هذا الفهم لدى الحكومة أيضاً بعض الشيء تتعاطفون مع محور المقاومة في أنه يقاتل عن قضية وهل القضية التي يقاتل عنها محور المقاومة أنتم أيضاً تؤمنون بها لو أنتم على طرفين قيض هذه الصورة المنطقة الوسطى التي أنتم بها محرج لكم ولحلفائكم في الإطار نحن لسنا في منطقة وسطى أبداً نحن مع الحق الفلسطيني نحن نتعاطف مع الدم الفلسطيني الذي يراق يومياً ومع الدم اللبناني إضافة إلى وأنت لاحظت وشفت جراهم اللي بارد الجنائية أنا لا أسأل في المنطقة الوسطى في الحرب أنا أسأل في المنطقة الوسطى في التعامل مع محور المقاومة موقفهم في ذاك واضح وأكثر وضوحاً من غيره مع محور المقاومة عزيزي مع محور المقاومة الحكومة العراقية رفضة الإسلوب رفضاً قاطعاً من اللحظة الأولى ومن خلال قنوات التواصل لكن محور المقاومة أحياناً يخضع لما هو عقائدي وأحياناً يغلب ما هو وطني فهو ظل الموقف متأرجح بعض الشيء حل هذه القضايا قضايا الفصائل المسلحة من الصعب أن تحل في إطار إقليمي يعني في إطار قطري أنا تقديري شخصي تقديري شخصي لابد من مؤتمر أمني إقليمي لمنطقة شرق العوسط ومعالجة قضية الفصائل الخارج إطار الدولة لأن القضية مرتبطة بأكثر من دولة وهناك أكثر من دولة تدعم فصيل في دولة أخرى وهكذا لذلك الحل على مستوى قطري أحياناً من الصعب نعم تقديري شخصي أنه لابد من وقفة إقليمية لمنطقة الشرق العوسط لابد من مؤتمر أمني إقليمي لمنطقة الشرق العوسط لحل هذه المعضلة معضلة وجود سلاح خارج أطر الدولة لأنه مرتبط هنا أو هناك بقضية عقائدية أو يعني قضية سياسية